السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبابي في قناة مشاهد وطرع النهاردة باذن الله اليوم السادس لدورة البط البلدي والخريط المسكوفي بسم الله ومشاء الله اللهم بارك رب العزام حدرقكم شايفين بسم الله ومشاء الله كل يوم في تحويل جديد وفي تزايد في الاوزان النهاردة باذن الله هنعمل خلطة جميلة جدا جدا البط هترفع معنا نسبة التحويل وكغير كده كمان ان هي هتخلي البط شهيت ومفتوحة دايما هياكل طول النهار معاكي هقولك على شوية حاجات مهمة خطوات مهمة هتمشي بيهم مع الطيور بتاعتك او مع البط عموما البلدي بما يكون صغير علشان يبدأ اللحم السدر بتاعه ويفتح وكمان يبدأ ان هو يشيل معاكي اعلى اوزان علشان طبعا كتير جدا اكلمني وقال لي يا مشاهدة البط مش بياكل وفي نفس الوقت برضو منع اكله اكلته ضعيفة ومبيشرش معانا اوزان عالية وزي ما هو من يوم ما طلع من الرأد بالحجم بتاعه مفيش اي جديد النهاردة باذن الله هنتكلم مع بعض بخصوص كل حاجة عن البط البلدي وكمان البط الخليط المسكوفي من احسن الانواع برضو اللي ممكن تربيها حضرتك وتستفادي منها اقصى استفادة طبعا كل اللي حضراتكو شايفينه دوت الرأد الطبيعي رباني طالع لي من الطيور بتاعته طالع لي كمان من الزكر البلدي وكمان الزكر المسكوفي يعني بسم الله ما شاء الله جالم برح سؤال غريب شوية بس انا هجاوب عليه واحدة او حد كان داخل من المتابعين كتيب لتعليب يقول لي البط دوت طالع ازاي نوعين احنا ازاي بان احنا منخلط الانواع احنا مثلا يعني مثلا البطة بتبيد مثلا 12 بيضة 15 بيضة بقسم المدة بتاعت البيض بتاعها احط مثلا الزكر البلدي سبعة ايام معها يقصرها وبعد كده بشيل الزكر وبحط الزكر التاني المسكوفي يقصرها برضو بالتالي كده بطلع خليط بين الاتنين عايزة حاجة واحدة بس او ان انا عاوزة اطلع نوع واحد بس او ان انا عاوزة اطلع بلدي احط الزكر البلدي الوحدو مع النتاية البلدي عاوزة اطلع خليط مسكوفي احط المسكوفي مع النتاية بلدي هتطلعي انتاج كويس جدا الخلطة احنا عملناها النهار ده ريه زي ما حضراتكم شايفين على 23% بصلايا مفرومة معلقة من الكركم ومعلقة من الزبادي طبعا عاوز اقول لكم جميلة جدا جدا في الوصفات دي يا جماعة اللي احنا كنا ماشيين بيها دورة البط اللي فاتت اللي احنا اتدبحت باذن الله اللي كانت اتدبحت على رمضان اللي فات بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا وكانوا شايلين اعلى عوزان معانا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ونقفت الخطوات اللي احنا بنعملها دلوقتي بس طبعا يعني عاوز اقول لكم احنا بننزل نسبة العلف شوية عن النسبة الاولانية دور اللي فات في دورة البط اللي فاتت كنا مزوجون نسبة العلف واكلناهم علف صافي من اول يوم لحد تمامل خمسين يوم او ستين يوم كمان لو انتم طبيعتوا الدورة اللي فاتت اللي كانت على ايقناة نزل حضراتكم كلها على ايقناة فكانت طبعا من اول يوم كانت بتاكل علف صافي وكنت بقطع كمان معها عيش يعني كنت بحط نسبة العلف هي هيها وكنت بقطع معها عيش علشان لما جي ابدي لحاجة تانية اتبط مايرفودش الاكل معايا وفي نفس الوقت هيكل ويتغزة عاوز اقولك لو انت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تنزي تشتركي فيها واتفعلك جراز كله ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة يكون جزاك الله وكل خير عاوزوا لايكات كتيرة جدا باللعب عليكم حطوا لايكات كتيرة زي ما حضراتكم ترابطوا مني انا نزلت لكم دورة البط هيت على القناة ياريت حطوا لايكات كتيرة عشان تشجعوني ان انا انا نزل لكم اكتر واكتر من الفيديوهات واقصى عدد من الفيديوهات فيها استفادة لكم ان شاء الله طبعا عاوز اقول لكم العالف 23% انا مش هقطعه دلوقتي خالص انا هقطعه على عمر 40 يوم ليه 40 يوم وان البط البلد يا جماعة بيبقى محتاج نسبة برشدين عالية علشان يعني يجبر معاك بسرعة لو احنا اهملنا في التربية بتاعته هتلاقي البط تكشف معاك مش هتجبر مش هتديك وزن هو اصلا من غير حاجة ما بيديش اوزان عالية بس طبعا يعني الله المستعان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا هتدوله حاجات فائدة بحيث البط يكون معانا يجبر معانا انا عاوز اقول لكم ان انا عمري في حياتي ما اكلت البط البلدي علف خالص غير اول اسبوع وبعد كده بأكلوا بواقق لبيته وبسم الله ما شاء الله كانت احسن تربية بتطلع تربية تربية عندي كانت البط البلدي اقسم بالله حاجة كده جميلة جدا 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 وكان بدون اعلف خالص وكانوا متربيين على العجيرة وكانوا متربيين على العيش وبواقق اكل البي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دورة البط ده هتكون كده ان شاء الله بس الاول نقسسها صح في البداية علشان خاطر لما نيجي نبدأ معاها ندها خلطات وندها حاجات تبدأ انها تاكل معانا وتسحب معانا وتزيد في الوزن ما تقلش لانه طبعا كتير مننا كون بيأكل علف نحط معاها اي حاجة تانية تتلاقي البط معاك كاش وبدأ ان هو ينزل بدأ ان هو يعظم بدأ ان هو سدر بتاعه يسيف كده معادش يبقى فيه لح وتلاقي البطاية يعاني معادش فيها اي حاجة كده وخسج جدا 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 تمام طبعا الكوركم ده مهم جدا يعني لو انت زي ما قلتلكم قبل كده كوركم ده جماعة سيدالية متكاملة في قلب البيت معا لايك الكوركم على الاكل اللي هيكله الطيور دي جميلة جدا بترفع معاك في الاوزان وكمان كويسة لأي حاجة امراض معاوية في بطن البطة او الفراخ او اي حاجة انت بتربيها كويسة جدا 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 الزبادي كويس جدا 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 كمان بيرفع معاك الاوزان وبيعلم معاك الوزن وبيخلي بسم الله ما شاء الله بط معاك يشير معاك اوزان عالية طبعا ما تنسوش كمان ان الزبادي جوا خميرة يعني الخميرة برضو من الحاجات كويسة بتقتل البكتيريا الضرة وبتعلن نافع يعني كويسة جدا 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 اا عاوز اقولكو كمان البصل البصل ده مضد حد طبعا زي ما قلتلكو البصل رافع مناع كويس جدا جدا وكمان ان هو بيفتح الشهية للبط جميل جدا جدا اا طبعا لازم ان احنا نمشي بخطوات مع البط بتاعنا وبرضو نديله نسبة من العلف علشان برضو نتيجة التحويل بتاعه ان هو يكبر معانا وفي نفس الوقت يعني ما ينشافش وينزل في الوزن تمام حتى لو انت هتحط نسبة قليلة جدا جدا يعني انا عاوز اقولكو وقولتلكو الكلام ده تقريبا امبارح في الفيديو بتاعي امبارح او اول امبارح البط ده ما استهلكش معايا حد دلوقتي كيلو ونص علاف بقلنا اسبوع دلوقتي بسم الله ما شاء الله فطبعا يعني ومع ان انا بحط علاف صاف يعني بحط علاف صاف وبعد ازود عليه حاجات يعني ما تذكرش خالص يعني بس طبعا يعني ما تكلفش معايا اي حاجة ما تربيش كمية كبيرة حول اللي حتى لو انت هتربي رب عشر بطات ما تزودش على كده علشان تقدر اني انت تأكليهم ويطلعوا معاك بأعلى وزن وبعد كده باذن الله لما يكبروا ان شاء الله تقدر اني انت تربي غيرهم طبعا احنا عارفين ان ناس كتيرة جدا برضو كلمتني وقالتلي مشاهد البط المسكوفي او الخريط المسكوفي نتباح على قدام وتقدر ان انت تتباحي على تمانين يوم او ثلاث شهور وكمان تقدر تتباحي على تمام الاربع شهور بس طبعا هيكون معاك يعني هيكون شايل وزن معاك من سبعة ستة كيلو من سبعة كيلو لتمانية كيلو هيكون بسايا طبعا الشايل معاك وزن تقيل يعني انما طبعا البلدي مش هيزيد يعني مهما تعود يتأكل فيه مش هيزيد على ثلاثة كيلو ونص أربعة كيلو بالكتير يعني النتاية طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما قلتلكوا قبل كده النتاية البلدي ما بتزيدش عن كيلو وربع لما تكون محملة وفيها مثلا بيض وها بيض بتبقى كيلو ونص اتنين كيلو قول الله ربع ما بتزيدش عن كده نهائي خالص يعني البطة المسكوفي او الخليط المسكوفي لما انت هطرب به على اربع شهور طبعا هيبقى شايل حجمه وازيك كمان يعني الضعف ضعفين من البطة البلدي بس طبعا احنا بنتكلم في مقولة يعني البطة البلدي انه هو بيأكل اي حاجة يعني تقدر ان انت تربيه على بواء اكل البيت والعيش مش هيقول لأ منعته قوية جدا هيبقى معاك كويس جدا مش من البط طبعا اللي هو بطة تسمين اللي احنا متعودين ان احنا نربيه زي المسكوفي او الفرنسا والبيور او المولر اول طبعا الحاجات اللي احنا بنربيها التانية بتاعت التسمين يعني عموما طبعا يعني ده الفيديو بتاعي النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسوا نشفوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وما تنسوش اشتركوا في القناة التانية ومشاهدة وطيرها اتنين ويكون جزاكو الله كل خير اشوفكم بكرة بازن الله على اليوم السابع لدورة البطة بتاعتنا البلدي الخليط والخليط المسكوفي